اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والثقافة اللي بشوفها على شاشة القناة الاولى لانا حضرتك ليك يعني ترصيخ على القناة الاولى الله يخليك حضرتك يعني ليك جمهور تبير او في كل انحاء الجمهورية من كل المحافظات وانا بشوف ناس كتير بتتبعك وبتتبع وصفاتك الجميلة فانا الحقيقة النهاردة محظوظة ده انا يعني حاخد منك شوية تكات كده في المطبخ تنفعني هيتعلم يعني ولا هتعلم لا لا انا الاكيد هتعلم منك النهاردة بس خليني اسألك سؤال الاولى ليه دايما يعني اشتر شفاك رجالة يعني بيهتموا المطبخ لانهم بياخد فلوس انتم تطبخوا لانه ده فرض عليكم تخش المطبخ تعمل اكل للأسرة وتنفس حماتك وتنفس اختك لانما الراجل بيخش لانه بيبض لا لا اعتقدت ان هو الراجل لما بيركز في المطبخ بيظهر بيحب اهو طبعا يدى شغل اكل عشو يعني ده بصدر رزو فلازم ينفع طب انت هتعمل لنا النهاردة النهاردة صراحة حضرتك اللي هتعمل لنا المينيوم اه انا علي جبت اتبخي يا جاري اكلف يا شيف انا يا فانا جبت النهاردة انا جبت معي فراخ ومعي رز بسمتي ومعي تشكيلة من خضار ومعي خيار مبشور ومعنا زبادي انا غشيش برضو بطريقة يعني عشان انت حضرتك يعني تزميلة فضيلة معنا فانا خلينا برضو ايه حصعب عليك شوية برضو ايه باعك نافى وفزد وحالبي ومربط الورد اه دي صعبة شوية دي حاجة مش من مصر دي سوري دي ايوه مصبوط مربط الورد دي ونافى مفرقة اه بالاشترا مفرقة او ساعد ديقولوا عليها المفروقة المفروقة صح اه دي بتتعمل ليه مفروقة لان هي بتتضرب في الكبه وتتفرك وبعد ايه تتحطى على النار اه وتتخشش الفرد فاللي معندوش فرد يقبلها ومعنا فراخ ومعنا رز بسمتي وتوابل عربية الخماسية رز بسمتي وتوابل عربية اه دي يعني اه كابسة كابسة رافع ليك صح ماشاء الله عليك اصلا انا شايف اللمون بيش ده لمون اللمون ده عنوان الكابسة اه ده عنوان الكابسة انا شفتوا اقولت ده بتاع الكابسة على طول انا بس انا هدفلها جزر عشان انا بحب الجزر جوه الرز كده مع الفراخ مش في الوصفة الاصلية الجزر اه ده اختياري ده اختياري اختياري ازاي السؤال اللي اختياري 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 بقى انا تشكيلة من الخضار والصفرة الرمضانية بتحب انواع الشربة نعملها اي دي بقى الخضار ده هتعملها شربة خضار يعني؟ شربة خضار مشهورة في الدول العربية صلتة الطماطم يا اما البسمات ده جوس او صلتة الخيار بالزبادي نعمل حاجة منهم يعني فهنعملها الخيار بالزبادي ايه رأيك في المينيو بتاعك؟ جميل متنوع اه انا متابعت من اول يوم رمضان فالتنوع تمال مهم اوي ثلاثين يوم عشان تغير لا فيم نفسة جديدة اه تغير كل يوم احنا عايزين الكلام طبعا الفريق العمل عايزين نختار من الموزيعين اللي بيشرفونا ان شاء الله في البرنامج بالدرجات كده وانه هو المرتبة الاولى المرتبة التانية المرتبة التالتة يا رأيك يا استاذة لا انا مش معاك في الحاتف لا بجاند والله اصف كل واحد لو تاتش بتاعه في صواصفات معينة اه ايوه شو كلف موزيع ما اشاطرة